ما رأيكم في السنابات خاصة البنيات خاصة الفتيات الآن الفتاة لو تريد أن تصنع هذا هذا الشاي ترى برد ما شرب هي لا أشرب يا شيخ لكن الآن أريد أن أشرب تجد أني أضع الجوال وأضع بجواره ورده ثم أرسله وتروحي للكفي أو يسمونها المقهى أو تذهب إلى مطعم أو تشتري أس كريم أو تشتري لو فصفص يا حبي يا شيخ ولو تشرب ماء بدأت تصور من أكبر أسباب إصابة الإنسان بالعين إبراز النعم الخفية أما النعم الضهي يعني الإنسان طويل ما يقدر يخفي طوله وإنسان سمين هذا خلق الله لكن لا يجي يقول أنه سنسافر واشترينا واختفينا ورحنا المطاعم يا أخوان إن بعض الناس أكلوا طعاما فما نزل إلى أجوافهم بسبب أنها أرسلت سناب